في هذا الموضوع النهوض بوضعية المرأة فاهتداءاً بالتوجيهات السامية من صاحب الجلالة نصره الله اشتغلت الحكومة اشتغلت الحكومة بطريقة مكتفة أولاً في إطار الالتقائية ما بين جميع القطاعات الحكومية وأيضاً في إطار مقاربة شركية مع جميع مكونات المجتمع من أحزاب من مؤسسات دستورية من مجتمع مدني من قطاع خاص اللي صراحة كان خلال هذا يعني كانت واحد دينامية كبيرة جداً خاصة بعد الخطاب الملكي السامي دي العيد العرش 2022 فاشتغلت الحكومة اشتغلنا جميعاً لرصد المقترحات اللي متواجدة حالياً ونضمنا سواء عن طريق لقاءات مباشرة بحل المناظرة الوطنية للمرأة والأسرة ورهان تنمية أو عن طريق كل ما تم نشره أو إصداره أو توصلنا به كقطاع له الاختصاص في مجال المرأة فخرجنا بواحد تصور اللي عنده أولاً خداها هذا التصور بعين الاعتبار نموذج تنموي الجديد يعني أفق 2035 خدينا بعين الاعتبار أيضاً التزامات بلادنا فيما يخص لالتزامات دولية خاصة أهداف التنمية المستدامة وهو الهدف الخامس وهو دي المستدامة أهداف التنمية المستدامة 2030 وطبعاً التزامات البرنامج الحكومي يعني في أفق 2026 خاصة فيما يخص التمكيل الاقتصادي فإذاً أخذنا بلعي الاتبار هذا الشيخ لنحن بإطار استراتيجي في أفق 2035 للمرحلة الأولى في ثلاثات المرحيل المرحلة الأولى دياله هي الخطة الحكومية الثالثة 2023-2026 فإذاً هذه الخطة الحكومية الثالثة جات باش تجاوب على واحد العدد من الرهانات وجابت عدد من المقترحات فالرهانات أولاً رهان التنمية هو رهان مهم جداً لأننا نشوفوا بأن نسبة النشاط الاقتصادي للنساء هي 20% وحالياً يعني 19.8% فالدراسات التي قامت بها عدد من المؤسسات تبينات بأن بلدنا تخسر تقريباً ما بين 5% و 9% من ناتيج داخلي الخام يعني ما بين 60 مليار حتى المئة مليار ديال الدرهم كنخسروها بسبب عدم مشاركة المرأة في التنمية هذا شيء مهم جداً أن نفهمه فإذاً رهان التنمية فنحن نعرفه ظروف صعبة وتكلموا عليها الزملاء الوزراء فنحن نشوف تقطنا كما تقول المغربة باش نضيعوا هاد الفرصة بالعكس نستغلوا هاد الفرصة ديال أنه عندنا نساء أكفاء اللي عندهم تكوينات باش يشاركوا في تنمية وتنفيذ التوجيهات السمية ديال صاحب الجلالة اللي دعال جميع المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات تنمية